وفي إطار جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 استعرضت جلسة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة عددا من المحاور المرتبطة بالطاقة الجديدة وتناولت الجلسة أيضا محاور الطاقة المتجددة على المستوى المحلي حيث أوضح وزير الكهرباء أنه من المخطط لدخول مصر قدرات جديدة للطاقة الرياح بما يعادل 6 جيجا وات وأكد وزير الكهرباء أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للهايدروجين من المقرر آلانها خلال فعليات قمة المناخ كوب 27 أضف كذلك وزير الكهرباء أن لدى مصر القدرة على إنتاج الهايدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم كما تحدث الوزير عن الربط الكهربائي مع أوروبا مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم سلاسية بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائي بين الدول السلس موضحا أيضا مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية